كارولاين كريادو بيريز المصورة هنا بالفستان الأحمر واحدة من نساء عدة وجهن تهديدات بالاعتداء على تويتر كارولاين صاحبة حملة نسائية تعمل على إدراج وجوه النسائية على أوراق النقد البريطانية وهي تلقت خمسين تغريدة مسيئة خلال اثنتين عشرة ساعة من إعلان وضع صورة الروائية البريطانية جين أوستن على عملة من فئة العشر جنيهات وقد تم توقف رجل واتهامه بإرسال هذه التغريدات النائبة البرلمانية البريطانية ستلا كريسي كانت الهدف الثاني كريسي كانت داعمة لحملة كريادو بيريز وطلقت تهديدات بالاقتصاب أمام منزلها في المساء لا يجب أن يهدد أحد مثل ما حصل مع كارولاين للاسف أن الآن أطلق هذه التهديدات من قبل حسابات مختلفة ونحن نتواصل مع الشرطة وعلى خلفية هذا تلقى موقع تويتر طلبات تدعوه إلى إضافة خاصية الإبلاغ عن انتهاكه وقد استجاب الموقع لهذا الطلب وأعلن تويتر أخيرا أنه سيقوم بإضافة خيخال الإبلاغ عن الإساءة الصادرة عن التغريدات على موقعه وعلى التطبيق الخاص بالهواتف الذكية وأضاف تويتر أنه سيلغي أي حساب لا يلتزم بالقوانين ولكنه من الصعب جدا السيطرة على الإنترنت مراكز مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في بلدان أخرى كالولايات المتحدة ما يجعل من الصعب الالتزام بقوانين محدد يذكر أنه ثمت اعتقالات بارزة متعلقة بتعرض مشاهير لانتهاكات على تويتر من بينهم اعتقال مراهق على خلفية انتهاكات استهدفت توم دايلي لعب الغطس الأولمبي البريطاني جناي بولوس بي بي سي ترجمة نانسي قنقر